أهلا بكم بين المجلس الوطني ومجالس أمن المحافظات والأمم المتحدة تتوزع الترتيبات الأمنية التي حصلت الميادين على نسخة من الوثيقة الأممية المتعلقة بها تحت إطار سري للغاية قبل بحثها ومناقشتها مع الأطراف الرئيسية على الأرض فيما يتعلق بالمجلس الوطني فإن دوره يشمل التخطيط الشامل لتطبيق وقف إطلاق النار والانسحابات والسيطرة على السلاح تقديم تقارير لطرفي النزاع تقييم التقارير الواردة من مجالس أمن المحافظات توفير آلية لحل النزاع الوطني إضافة إلى الإشراف على موارد التمويل الوطني ووفقا لوثيقة الترتيبات الأمنية فإن الدور مجالس أمن المحافظات يتمحور بشكل أساسي حول مراقبة جوانب وقف إطلاق النار بشكل فعلي عبر سحب العديد والعتاد العسكري نزع الأسلحة والالتزام بوقف إطلاق النار إضافة إلى هذه المهمة تقوم مجالس أمن المحافظات بمراقبة وصول القوات الأمنية المؤقتة وتسلمها مهماتها الأمنية تحديد جدول زمني لتسلم مؤسسات الدولة الأمنية مهماتها مراقبة الأحداث الأمنية ورفع تقرير بشأنها إلى المجلس الوطني إضافة إلى ضمان انخراط القوات الأمنية المؤقتة مع عناصر في الإدارة المحلية وعناصر المجتمع لبناء الثقة أما فيما يتعلق بالدور المحتمل للأمم المتحدة فهو مراجعة تقنية الوحدات العسكرية والأفراد الذين تم تحديدهم تحديد متطلبات الدعم الخارجي لعملية إعادة الانتشار الأمني والتواصل مع المجتمع الدولي لتوفيرها مراجعة تقنية لمعايير تسليم المسؤوليات الأمنية إلى القوات المؤقتة وجهاز أمن الدولة إضافة إلى التأمين المستمر لصور عبر الأقمار الصناعية وغيرها لشكل الوحدة الأمنية في وجهتها النهائية والفصل بين الانتهاكات المحتملة والمزعومة والتحركات الدولية ضد القاعدة وتنظيم داعش